اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعجبت هذه الحكمة الفتاة ووجد انها جميلة ثم دفع له ايضا قرشين اخرين ليحصل على حكمة جديدة قال له التاجر اتق الله اينما كنت فمن يتق الله يجعل له من كل ضيق مخرجا فهم الشاب المعنى جيدا وحرص على العمل به ودفع له قرشين اخرين يمتلكهما من اجل كلمة ثالثة قال التاجر ليلة الحظ لا تفوتها سمع الشاب الحكمة الثالثة ولكنها لم تعجبه كثيرا الا انه لم ينسها وقال في نفسه ربما تشرح للايام معانيها الخفية استمر الشاب في العمل باحثا عن عمل له فمر على مصنع كان يملكه احد الباشوات الاغنياء وسأله ان كان هناك عمل لديه اجابه فعلا لقد كنت ابحث عن عامل امين ساجربك الان بدأ الفتى بالعمل في همى ونشاط وبمرور الوقت احب الباشا الفتى ومنحه الثقة والاحترام واعتبره ابنا له فهو لم ينجب من الاولاد احدا من قبل اقترب موسم الحج وطلب الباشا من الشاب ان يكون بيته امانة عنده في فترة غيابه للحج وان يرعى زوجته وينفذ اوامرها في احد الليالي دعت الزوجة الفتى للحضور اليها كان وسيما قالت الباب وراءه وراودته عن نفسه وان لم يقبل ستصرخ بأعلى صوتها احتار الفتى لكن تذكر الحكمة التي اشتراها بقرشين من أمنك لا تخنه ولو كنت خائنا كما تذكر الحكمة الأخرى اتق الله أينما كنت فمن يتق الله يجعل له من كل ذيق مخرجا فطلب من الله أن يحفظه من الشرور ورفع يديه إلى السماء فانهار جزء من الحائط فخرج منه وهو لا يصدق بالنجاة انتهى موسم الحج وعاد الباشا من الحج سالما وأقبل إليه الجميع مهنئين بالحج وبالعودة إلا الفتى لم يظهر ذلك اليوم وغضب منه غضبا شديدا وجدت زوجة الباشا الفرصة سانحة للانتقام من الفتى وأخبرت الزوج أن من وضع ثقته فيه قد خان الأمانة وأقفل عليها الباب ورودها عن نفسها وعندما صرخت هرب لم يصدق الباشا لكنها قادته إلى الغرفة وقالت انظر إلى الحائط هو من حطمه ليهرب فازداد الباشا غضبا وأسر على أن ينتقم منه شر انتقام طلب من العمال أن يقبضوا على آخر شخص يدخل المصنع هذه الليلة ويلقونه في الفرن الملتهب وأخبر الباشا زوجته أن الشاب سيموت الليلة شر ميته وتهيأت الزوجة للتشفي من الشاب تنتظر سماع الخبر السعيد بالنسبة إليها كان من العادة أن يدخل الشاب إلى المصنع في كل ليلة متأخرا ولكنه وقبل أن يدخل المصنع في تلك الليلة مرت من أمامه زفة عريس فتذكر الشاب نصيحة التاجر الأخيرة التي لم تعجبه في ذلك الوقت ليلة الحض لا تفويتها رافق الشاب موكب الزفة واستمر مع الموكب حتى ساعة متأخرة من الليل فبات ليلته هناك وفي تلك الليلة حضرت زوجة الباشا إلى المصنع ليلا لكي تعرف ماذا حصل للفتى ولتستمتع باحتراقه وصراخه في النار كانت هي آخر من يدخل المصنع نفد العمال وصية الباشا صاحب المصنع فحملوها وألقوها في النار في الفرن وفي الصباح الباكر جاء الباشا وعلم أن زوجته هي آخر من دخل هناك لم يكن هناك أي لوم على العمال بعد فترة جاء الفتى للمصنع وفهم كل ما حدث وقف أمام الباشا الذي كان مستسلما للقدر وحكى له عن كل شيء ضرب الباشا رأسه لم أسأل نفسي لماذا حطمت الحائط كما ادعت زوجتي أليس من الأسهل أن تخرج من الباب كما دخلت لم ينفعها الكيد ومن حفر جبا لأخيه وقع فيه وقال للفتى أنت بريء والله سبحانه والذي نجاك وهذا المصنع هو لك من اليوم يا حفر حفرة السوء يأتي يوم وتقع فيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر